جداد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات التي تنفذها شركة سكاتيك النرويجية في مصر وبتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة في الفترة القادمة أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات شركة سكاتيك النرويجية أن الشركة تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مجال الهايدروجين الأخضر لافتا إلى أن الدولة حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي خاصة تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وتتضمن مشروعات شركة سكاتيك النرويجية مشروع انتاج الهايدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات وكذلك مشروع انتاج الأمونيا الخضراء سعة مليون طن سنويا بالإضافة إلى كلا المشروعين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا مشروع طاقة الرياح بقدرة 5000 ميجاوات الذي تعمل الشركة على تطويره في مصر